هو أننا في عصر النكاري النصلاعي وهذا يتطلقنا أن نتبنى وسائل للنطالب ووسائل الانتفاع على حقوق الطالب ولكنها وسائل نكية ليست وسائل قادمة الوسائل النكية تتطلب في البداية تحسيس طالب الواجبات وتحسيسه فقوقه وتتطلب كذلك المعاملة المتحدرة المرنة مع الهيئات التي تتطلب الطالب هذه وسائل أرزو أن تتمنى هذه الهيئات من أجل أن تكون حقوق الطالب هي الهدف الأساسي لكل هذه الأطراف المشركة في حقوقتهم